بأسماء تحريضية مثيرة تعلن بها عن نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ ملعب الجماعة المتشددة في مصر يشهد ولادة لاعبين جدد حركات تعلن تبنيها لحوادث الهجوم على قوات الأمن بل وتتنافس في إعلان مسؤوليتها عن تلك الهجمات أحدث هذه الحركات جماعة أطلقت على نفسها اسم أجند مصر أعلنت في بيان نسب لها ونشرا على عدة مواقع إلكترونية مسؤوليتها عن الهجوم على قوات الأمن على جسر الجيزة منافسة بذلك حركتان كانت قد سبقتها في إعلان مسؤوليتها عن هذا الحادث تطلق على نفسها اسم ولع حركات تختلف إذن في أسمائها وتتشابه في الهدف من وجودها فالحركة التي أطلقت على نفسها اسم ولع أكدت في صفحة دسبت لها على موقع فيسبوك أنها تهدف للدفاع عن النفس وعن الثورة والثوار معلنة رفض العنف وذلك على الرغم من تبنيها لاعتداءات طالت جنود وضبط شرطة أجند مصر وولع ليست الأسماء الوحيدة التي ظهرت مؤخرا في ظل تصعيد مؤيد الإخوان بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي حيث يتزامن الحديث عنهما مع تردد أسماء لحركات أخرى مثل تلك التي تطلق على نفسها اسم مولوتوف أو الأخرى التي اختارت الردع السلمي اسما لها حركات تصنفها قوات الأمن في خانة الجماعة والحركات الإرهابية بينما تصنف نفسها على أنها حركات تهدف إلى التصدي لما يصفونه بالانقلاب على الشرعية ولما يعتبرونه بطشا من عاصر وزارة الداخلية بل وتتجاوز هذه الحركات إلى حد الإعلان عن حاجتها إلى أعضاء جدد حركات وجماعة لا تبعد كثيرا عن نطاق التهديدات التي أطلقها القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وغيره من قيادات الجماعة الذين أكدوا أن المصريين لن ينعموا بالاستقرار الأمني إلا بإعادة محمد مرسي إلى الحكمة علي عز الدين العربية